بفعل من داخل غرفة نمهة لا يتوقعه الجمهور الفنانة أحلام الشامسي تكشف عادة تمارسها مع زوجها لأول مرة أمام العلن وأهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع أمي اللي لسه مشتركش يشترك ويحط اللايك وما تنسوش الكومن ليصلكم كل جديد تعرفت الفنانة أحلام الشامسي على زوجها مبارك الهاجري في بيروت حيث كان مبارك بطل في سباقات الراي وكانت أحلام في هذا الوقت فنانة في بدايتها تشك طريق النجومية على الساحة الغنائية خاصة في بانطقة الخليج وكان مبارك من أشد المعجبين بصوتها وتحول الإعجاب إلى صدقة ثم إلى حب وتم الزواج في لبنان سنة 2003 ودائما تخرج الفنانة أحلام الشامسي في لقاءات تلفزيونية بتسرحات عن علاقة الحب الكوية التي تجمعها بزوجها مبارك الهاجري وفي إحدى اللقاءات الصحفية كشفت الفنانة أحلام عن فعل تمارسه يوميا من أجل إرضاء زوجها وقالت الفنانة أحلام أحرسه كل يوم على تقبيل يدي زوجي وأسأله إن كان يحتاج أي شيء قبل نومي ولا أستطيع النوم إلا بعد أن ينام وهو راضي عني وانقسم جمهور أحلام حول تسرحات أحلام حيث أكد البعض أن أحلام تبالغ ركوب الترين أما البعض الآخر أكد إن من تفعله أحلام من دافع الحب الكبير لزوجها وتحقيق حق مبارك الهاجري على زوجته أحلام وتقديس الحياة الزوجية